اشتركوا في القناة موجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء الشكر الى الاجهزة المختصة بوزارة الداخلية على نشر الوعي وتثقيف المجتمع واتباع ارشادات السلامة في المنازل للابتعاد عن الحوادث والضرر موجها سموه الى الاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية بشأن الاستخدام الامثل للاجهزة والمعدات المنزلية ومراعاة متطلبات الامن والسلامة لدرء الحوادث ومنها تلك التي تسببت بها تسربات الغاز مؤخرا في بعض المناطق من المملكة وتعزيز الجانب الرقبي للتأكد من التزام الجميع بمبادئ الامن والسلامة وفي اطار نأذي صلة فقد كلف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باعداد دليل استرشادي يكون مرجعا لاصحاب المشاريع المنزلية وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة بعدها كلف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة باعداد دراسة شاملة حول وضع المراكز الصحية ونظام ساعات عملها لاخضاعها للتقييم وتطويرها بما يكفل حصول المواطنين على الكفاية من الخدمات الطبية والرعاية الصحية في مختلف المناطق وفي كل الاوقات بعد ذلك ادان مجلس الوزراء باشد العبارات العمل الارهابي الجبان الذي استهدف نقطة تفتيش امنية في العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة مؤكدا المجلس على موقف مملكة البحرين وتأييدها التام لجمهورية مصر العربية لكل ما تتخذه من اجراءات لحفظ امنها واستقرارها ثم تابع مجلس الوزراء ببالغ الاهتمام تطورات الاوضاع والمستجدات بالجمهورية السودانية الشقيقة ودع المجلس الاشقاء في السودان الى تغليب المصلحة العليا للسودان واستقراره وتطوره وابقائه امنا مستقرا محافظا على منجزاته ومكتسباته واهمها وحدته بعد ذلك نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية اولا تابع مجلس الوزراء ما تم اتخاذه من اجراءات تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى ايده الله ورعاه بتطوير الحركة على جسر الملك فهد وجعله قادرا على مواكبة النمو الايجابي في معدلات السفر عبر هذا الشريان الحيوي واستعرض مجلس الوزراء مذكرة معالي وزير الداخلية بالخطوات والتدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في هذا الخصوص بما في ذلك الخدمات الجديدة التي تم ادخالها لتحقيق المزيد من التيسير على مستخدمي الجسر للاغراض السياحية والتجارية وغيرها والمراحل التي وصل اليها نظام العمل بالنقطة الواحدة على جسر الملك فهد وقد أثنى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء على الجهود التي اضطلعت بها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لتيسير الحركة وانسيابية الإجراءات وبخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك حيث تم تقليص فترة الانتظار إلى أدنى معدلاتها رغم الكثافة الكبيرة لحركة القادمين والمغادرين على الجسر مثنيا سموه على التعاون بين الجانبين البحريني والسعودي بشأن المزيد من التطوير على جسر الملك فهد ثانيا وفق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشراعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية إذ يتيح التعديل على مشروع القانون أعلى المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى تسهيل وسرعة إجراءات حضور الوكيل لاجتماعات الجمعية العمومية للشركة نيابة عن الشريك بمقتضى توكيل خاص دون الحاجة إلى توثيقه من الجهات المختصة بالتوثيق في الدولة كما هو معمول به حاليا وذلك على النحو الوارد بتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ثالثا أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي مذكرة سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة المتعلقة بالإعانات المالية والمديونيات على الأندية الرياضية رابعا وفق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن ربط أسعار الوحدات السكنية بمساحتها وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشرعية والتي عرضها مع لنائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة